وإلى الفقرة التثقيفية إذن التعبير عن الفرح أو الحزن أو حتى التعامل مع المواقف الطبيعية التي من الممكن أن يتعرض لها أي شخص يكون رد الفعل لها من البعض بطريقة غير سوية وبتصرفات قد تكون مؤذية للآخرين في كثير من الأحيان حيث اندرج هذه التصرفات وردات الفعل ضمن الإعاقة الانفعالية رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وبنضمنا في الستوديو استشاري الطب النفسي الدكتور قيمر القيمري صباح الخير دكتور صباح الخير أستاذ أشرف وصباح الخير لكافية العاملين في هذه القناة الرائدة وصباح الخير لكافية المشاهدين رح نتحدث عن الإعاقة الانفعالية بداية شو تعرفها الإعاقة الانفعالية؟ حقيقة الإعاقة الانفعالية إنها كثير من الناس ما يعرفوها لذلك تسمى بعض مرات الإعاقة الخفية لأنها مخفية الناس بتعرف الإعاقة العقلية الإعاقة الجسمية الإعاقة الحركية لكن ما بيعرفوا أن هناك إعاقة خفية تسمى الإعاقة الانفعالي والبعض يسمونها الاضطراب الانفعالي والبعض يسمونها الاضطراب السلوكي ما هي الإعاقة الخفية والإعاقة الانفعالية كل سلوك أو أداء أو لفظ متطرف غير مقبول وفق ثقافتنا العربية الإسلامية ووفق العادات والتقالية يعني كل فعل أو سلوك أو لفظ أو لفظ يخرج متطرف مرفوض لدى ثقافتنا العربية الإسلامية وطبعاً بتلعاداتنا وتقاليدنا وهذا بيشمل مجموعة من الأداء والمظاهر اللي راحين إحنا نتحدث عنها نعم يعني بكثير من الأحيان بكون معنا تفسير لتصرفات بعض الأشخاص اللي حوالينا سواء من الأسرة سواء في الأصدقاء في مكان العمل في أي مكان بكون تصرفات معينة إحنا مش عم نلقلها تفسير فالإعاقة الإنفعالية يعني إيش المظاهر اللي ممكن تبدو عليها عشان نقدر نقول إنه هاي إعاقة وكثير من الأحيانة اللي بيسويها بيحس إنه الوضع طبيعي لكن حقيقة وفق عادات وتقاليد وثقافتنا العربية الإسمية هي مرفوضة ويبدو ذلك من خلال هذه المظاهر من هذه المظاهر اللي إحنا يعني بنتعايش معها في الصيف ونبدأ بها أول شيء اللي عملية الضرب العقل الناري أو العطاق العيرات النارية أنا الآن بدي أوجه رسالة عبر هذا البرنامج وأقول للمشاهدين كل إنسان بيكون عنده إطلاق نار لحالات الفرح لأي حالات موجودة هو يفرح ولكن يؤذي الآخرين نقول له أنت معاق إن فعاليا لأن هذا عبارة عن تصرف وسلوك مؤذي للآخرين هو يفرح لا مانع في ذلك لكن طريقة التعبير عن هذا الفرح بالطريقة المتطرفة المؤذية إلى هذا الشيء هو معاق إن فعاليا ويكفي أنه يحمل هذه السماء واصفة أن يكونه معاق إن فعاليا هذه من أولى المظاهر التي تحدث عادة في فصل الصيف لكثرة المناسبات والأفراح عندنا أستاذ الكريم في من المظاهر الأخرى في فصل الصيف اللي هي أفراح التخريج والأفراح الأعراص سيارات زوامير أربعة ثلاثة أربعة سيارات مساكنة الشارع مزدوجة اللي بيطلع راسه من شوف الإزاء بيطلع راسه من الشباك بتطلع راسها من السيارات يعني خلينا نتفق أنه هون الفرح الزائدة أو السعادة الزائدة أفرزت إعاقة هو معاق فعالية هو مش بسبب نأذي نفسه يعني بعض مرات بجوز هذا الإنسان اللي فرح بالتوجيه ولا بالعرص أول شيء طلع راسه بتيجي سيارة تانية ممكن هي كمان تاخده وممكن السيارة التانية تضرب بعضها وممكن ممكن أخره إذن هو إزاء إزاء لأهل الفرح وإزاء للمتخرجين وإزاء للناس الموجودين في الشارع وإزاء للشارع وإزاء حتى قطع قطع الإشارات بدون ما مبرر ولا كأنه في إشارات موجودة هذه الحالة الفرح والسعادة ممكن تصدر إعاقة انفعالية في حالة الغضب وفي حالة الغضب إحنا في حالة الغضب في عنا شغلتين أساسيتين أن تشعر بأنك دائما يعني المبالغة في السلوك الانفعالي إيش؟ الحزن الشديد نحن نحزن لكن طريقة التعبير عن الحزن بالطريقة المبالغ فيها الحقيقة مرفوضة وبنفس المبالغة في الحب المبالغة في الحب أيضا بالطريقة خلينا نقول الخارجة عن الإطار المعهود هو أيضا قضية انفعالية مرفوضة وفي جانب آخر بدخل من بين هذا الجانب اللي هي المبالغة في العواطف من حيث إظهار التخوف يعني نحكي أنه المشاعر الداخلية أحيانا داخلية انفعال إعاقة مثل مثلا الشعور بالقلق أو التوتى ممكن إنه أشعر أنا دائما بالخوف يعني جاي أنا على المحطة الآن رؤية الطريق الآن وهذا بتبدأ عادة طبعا الأسباب الرئيسية فيها عبارة عن التربية الخاطئة للأسرة يعني إعاقة الإنفعالية السبب الرئيسي مكتسب وهذه مشكلة إنه إحنا لما تكون وراسية بنقول والله مش قادرين يتحكم فيها كتير نعم لكن لما تكون مكتسبة إذن في نمزجة قدامنا الأب والأم بيقوم فيها وبالتالي الأطفال بيبدؤوا التقليد والتقمص الآن الطفل اللي أهله بيخوفوه مجرد إنه لو بدي يطع على الشارع بصير عمر 16 و 17 و 18 سنة صدقا إنه ما بيكون عنده إلا حالة خوف أن يروح لدرجة لدرجة إنه إحنا الآن إحنا على أبواب المدارس بكل صدق وأماني لو بعض الأهالي لو بيصح لهم باص المدرسة يطلع على الشقة اللي ساكن فيها الولد الولد وأقصد الولد هوني في مرحلة المراقبة ما بيأصر ليه نعم اتعلم الخوف أهله علموا الخوف هذه المبالغة في الحالة الإنفعالية أستاذنا الكريم جزء من الإعاقة الإنفعالية الجزء من الإعاقة الإنفعالية نحكي إنه عدم القدرة على ضبط الإنفعالات تبلش من الظغار والأهل هم اللي ما ضبطوا أبنائهم بطريقة يتعاملوا فيها مع مع الأحداث مع الأحداث والأوضاع نحكي بشكل سريع دكتور عن طرق علاج اليوم للشخص الكبير اليوم اللي الآن مش عم بقدر يطبط يطبط وإنفعالاته الأهم الأساسي العلاج الأساسي أن يكون عندي أنموزج هو الأب والأم والمعلم في المدرسة هادئ نعم رايئ بيعرف ما معنى الزوق بيعرف كيف يتعلم مع الآخرين نعم بيعرف كيف يتصرف وبالتالي الآن الولد والبنت مجرد ما يشوف كيف الأب والأم في السيارة يعني يكفي أنه مجرد رمى من الشباك من الشباك رمى ورقة رمى علبة عصير رمى رمى الأخيري هو الآن بيتعلم بالحواس وين المشكلة هو لو سوى زي أبوه الآن قضية الآن نفس اللبس الزي الجمال ممتاز يشوف أبوه جيد وحلو والأم الأخير لكن لما يشوف الألوان الفاقعة اللي بلبسها الأب والأم الموجود وين المشكلة هو الآن بيقلد هذا بالنسبة للطفل لكن بالنسبة للشخص الكبير اليوم كيف ممكن يعني فات الأوان وصار عنده هاي الحالة الإعاقة الانفعالية كيف ممكن يعالج نفسه اليوم اللي الآن يعالج نفسه يسأل نفسه السؤال الآتي أنا بهذا السلوك بهذا الانفعال ما هو النتيجة؟ يعني يكون السلوك محكوم بنتائجه والله أنا بأذي ولادي الحديث مع الذات الحديث مع الذات بأذي أسرتي بأذي الآخرين طيب أنا إذا زيت أسرتي وزيت الآخرين الآن خلقا ودينا وشرعا إذا أنا مؤذي نعم الانفعالات بالنهاية هي عواطف وبحاجة للتدريب للتحكم فيها تحكم إلى ضبط نعم إذا ما إحنا تحكمنا فيه ما ضبطناها حقيقة نحن نكون معاقين انفعالية يعني ممكن الطرق العلاج الحديث مع الذات وأيضا التدريب النفس على ويؤمن بأنه سوف يحاسب سوف يحاسب من رب العالمين نعم لأنه هذا عبارة عن قتل الوازع الإيماني الوازع الإيماني دكتور قيمار القيمار يستشاري الطب النفسي شكرا جزيلا يعطيك العالم